يا ستة الدكتورة عايزين نخش على 21 ديسمبر على طول؟ طيب أول ما هتروح كده همسكك على طول ما هتروحش كده أو كده خليك معايا في اللهم 21 ديسمبر بس هريك سألتني سؤال أما هو ده الوقت أما بعد مخلص 21 ديسمبر سؤال ده أهم طيب أوكي نمتعي في 21 ديسمبر هنقول إيه شعب المايا هما يعني المايا دي كانت مملكة في أمريكا الجنوبية من ضمن 3 مملك رئيسية لهم الأستيك والإينيا أز تيك أستيك مش أستيك يعني أستيك والمايا والإينيا المايا من أهم المملك اللي كانت ليها اتصالات بنوعية مكيئنات هنتكلم عليها في موضوعنا النهاردة لكن هي النقطة أن المايا حطوا تقويم اشتهروا بأن تقويماتهم الفلكية والحسابات العادية بتاعتهم شديدة الدقة يعني حصلت منها حاجات كتير جدا تنبقوا بكذا تنبقوا بعاصف شمسية في سنة كذا تنبقوا بنيزك هيسكت على الأرض في سنة كذا وكل التنبؤات دي جات دقيقة جدا نقطة أنهم كتبوا بحساباتهم ان يوم 21 ديسمبر بما يعادلين 21 ديسمبر 2012 ان ده هيبقى ارتطام لكوكب نيبرو وحصل الدعاء يعني احنا هنشوف بعد كده ده الدعاء وليس حقيقة حصل الدعاء ان كوكب نيبرو هو أحد الكواكب المرتبط بالمجموعة الشمسية واللي بتاخد دورة بتبقى من حوالي 3200 سنة ل4200 سنة وان هو كوكب يعني شديد يعني له كسفته عليه جدا فشديد المغناطسية وان اقترابه ومجرد اقترابه حتى لو ما ارتطمش بالأرض الكوكب ده هيعمل يعني ايه أزمة كارثية تعادل زي الأزمة اللي كانت اللي هي قضت على الديناصورات قبل كامة 150 مليون سنة تريبا اوكي نقطة طب انا ممكن لا انا ممكن يعني يعني اعجل بس اشرح الموضوع وبعدين نعرض الفيديو يعني عايز اشرح بس نبزع الموضوع وبعدين نعرض الفيديو النقطة ان زي ما قلت لحضرتك كلام ده كله كذب ناسة روجت يعني اخدت من المايا اوكي زي ان في حاجة اسمها نبوءات ناسترداموس اسمها ناسترداموس ده كان متنبئ فرنسي وعمل نبوءات كتيرة جدا انا اشك اصلا يعني كل الناس بتتكلم عن نبوءات ناسترداموس وكده انا اشك الكلام ده كله كله خدع ليه لان انا شفت نبوءات ناسترداموس الاصلية من اللي كتبها الاصلية مختلفة تماما عن حاجات بتروج دلوقتي هل سحر اللي قبل معموت اقول انه اخد حالات دي من كتب قديمة عربية؟ ما هي دي برضو من احد النقط لما نفتح الموضوع فيه ناس هتعترض على حاجات انا هجيب مسلا ادلة من القرآن والسنة ان شاء الله لكن فيه نقطة الناس مش عارفة ان في خلال مؤمر التزييف التاريخ تم تمسح حاجات كتير جدا من ضمنها احاديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت احاديث بتتكلم على النبوءات المستقبلية واللي احنا فيه دلوقتي وكذا فيه امور تم تمسحها مع عمد وفيه امور خاصة بعلماء المسلمين ما زال بعض اقشارها موجود وتكلم عنها الناس كتير جدا زي قزويني زي الإدريسي زي ابن خلدون تكلم عنها زي ابن فضلان وابن فضلان ده كان يعني الخليفة العباسي توكل بالله بعتوا اصلا رحلة عشان يستبين الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو موضوع جو في الارض المهم نرجع لما رجعنا اللي هو احداث 21 ديسمبر هما كانوا بيعدوا يعني ناسا روجت خدعة كوكب نيبرو وعملت على ترويجها بين الناس وكذا عشان ورويجت الناس تربطها بنبوءة كويكي بالعذاب اللي هو هيجي في اخر الزمين كل الكلام ده خدعة كل الكلام ده اي كلام لما ابتدينا بقى ان احنا من سنتين نشتغل على ان الكلام ده اي كلام والكلام ده خدعة جبيرة جدا بترويج على الارض والكلام ده علميا خطأ وابتدى بقى يدخل بقى ناس علماء وفضحت الموضوع دوت وفضحنا بكذا حاجة في دول كثيرة يعني اه اضافة بقى لإيه نما اتكشفوا في ايه هما كانوا عايزين لما اتكلمنا الخلقة اللي فاتت على مشروع اللي هو الجن الفضائي اللي هو نص مليون امر صناعي انتشرت حوالين الارض اوكي قلنا ان من احد مهم هذه الاقمار الصناعية متنهية الصغر احد مهمها تسليحية وهي تسليط موجات المايكرو ويف وموجات الماجناتك فيلد وكده لكن لها مهمة تانية الاقمار دي مركب عليها نظام يعني انا هشرحه ببساطة ان هو نظام مرايا نظام المرايا ده معمول ليه عشان الخدع اللي هتحصل الفترة الجاية داخل فيها ما يسمى مشروع شعال ازرق داخل فيها مشاريع الهولوجرام الهولوجرام ده عبارة باختصار عشان يعني ما ما هو انت بدخلتيني بحتة تانية ما هو ده في موضوعنا ده في موضوعنا ده في موضوعنا والله هقول لحضرتك ده في موضوعنا اكيه ده في موضوعنا مش خارج ليه الهولوجرام ده عبارة عن ايه هم؟ الهولوجرام ده عبارة عن استخدام آآ الليزر لازرق سلاسي الابعاد انك تعمل مجسمات سلاسية الابعاد نشوف شكل وهو مش موضوع اه يعني قادر ان انت تعمل مجسمات سلاسية الابعاد الهولوجرام ده هيشتغل كتير جدا معنا في الفترة الجاية لأنه هيدخل هقول لحضرتك هم بقى كانوا عايزين يعملوا موضوع ارتطام نيبرو ليه لأن هم عايزين يحدثوا كارثة أرضية هيرجع الناس يسألوني زي المرة لفاتهم ما ليه بيحدثوا كارثة عشان حروب الإبادة عشان هم قبل ما يبتدوا هم مش يبتدوا نظام العالم الجديد غير لما يكون على الأرض مليار نسمة ده في كل قوانينهم وموصق في كل قوانينهم وموصق في كذا حاجة اللي هم تنوريين أيوة اللي هم المسكين العالم دلوقتي زي بقى سباب كتير برضو هم ليه بيعملوا الكارثة يعني هقولها إن شاء الله بس هي النقطة أنه هم كانوا عايزين يعملوا خديعة نيبرو بالهولوجرام زي استخدام التقنيات زي التقنيات اللي تكلمنا عليها المرات اللي فاتت زي هاربوا وداخل معها حاجات تانية يعني ما باش في نيبرو حيرتطب ولا حدا ولا كانت قطمة ولا حاجة ولا التاريخ الملادي اللي معنا ده هو التاريخ الملادي السليم ولا أصلا يعني فيه أمور كتير حصل تزييف فيه زي ما قلت حضرتك ما تدخلناش في حاجة عشان حتى تقولك أنت بالسليم إيه فحتشرحيه بضعنا في حتة تانية لما أثبتنا إن موضوع نيبرو ده خاطئ وكان برضو من أحد يكاد العلماء في العالم من روسيا من روسيا ومن الصين ومن أمريكا نفسها ومن كذا وطلع على فكرة برضو يعني أنا مش عايز عادي شغل في ديوات كير بس طلع برضو عالم كان واخد جائزة نوبل وقال إن الموضوع ده كله أي كلام إن أمريكا بتعد لخديعة الغزو الفضائي ليه؟ لأن الماين أو اللي هما المايا كانوا كاتبين إن ده رجوع ما يسمى الأنوناكي أو الأنوناكي دول هما إيه؟ الأنوناكي دول اللي هنتكلم عليه هم إن دول راجعين الأرض عشان يحكموا الأرض تين فهيبيدوا ما خلقوه وده برضو من الأحد الحاجات اللي بتخدع الناس إن هما عايزين يثبتوا للناس إن الأنوناكي أو الكائنات الفضائية اللي إحنا هنتكلم إيه هي الكائنات الفضائية دي إن هما اللي خلقوا البشر في الأساس لا يوجد فكرة إليه هما خلقوا البشر وإن الهايبرد دي على فكرة الكائنات دي برضو زي ما هنذكر هي بارعة جدا في عملية التهجين وهنقول عمل التهجين لإيه بالزبط وعملت إيه بالزبط وناسة مرسخة علمائها وخاصة واخد علماء عظام جدا من معحد اسمه ستانسفلت وصرف عليه مليارات الدولارات عشان ترسخ علمائها لفكرة إن عزيل كائنات الفضائية اللي إحنا هنتعرض لها أما نريد أن نتعرض عليها تكلمي فيها حضرت تكلميني دلوقتي على المخروب اللي حتحصل بكرة فهم الماين أيلين إنه هو استضام كوكب نيبرو هيبقى فيه رجوع الأنوناكي لأن الأنوناكي دول سكنين المكائنات الفضائية دي في منها أجناس من كوكب نيبرو كلام ده كله خاطئ والدليل على الكلام ده يعني حصل عبط في الموضوع ده إنهم حاولوا عملوا تجارب بالهولوجرام على حكاية الخدية استضام عملوا تجارب سنة 2009 أو سنة 2010 عشان يعملوا الخد على العالم في 2012 الكيجي بيصور يعني مش الكيجي بي فيه برانش يعني في روسيا يصوروا المواضيع دي للتجارب اللي كانوا يفدعوا بها العالم وفي الصين فظهرت حكاية الشمسين وظهرت الكلام ده كله أي كلم أوكي؟ ابتدوا بقى لعبوا على حاجة تانية قالوا لعبوا تعامدوا للشمس ده إن ده اللي هو الجالاكتك الالاينمنت اللي هو إيه إن في يوم 21 ديسمبر وخاصة بالزبط الساعة 11 و 11 ديئة صباحا بتوقيت جرينتش اللي عندنا هنا واحدة هنا واحدة و 11 ديئة 11 و 11 صباحا توقيت جرينتش هيحصل التعامد التيم بتاع المجرة وبتاع كواكب المجموعة الشمسية كلام ده زائف يعني هم بيرواجوا إن التعامد ده هو زائف هو التعامد ده مفروض نحامل بقى الوسود ده برضو المفروض التعامد ده إحنا موجودين في نظام طاقة متوازنة في خلال يعني إحنا دلوقتي موجودين في المجموعة الشمسية إحنا عارفين الكواكب مثلا متاعتنا وكذا وكذا موجودين في نطاق طاقة محدد وفي مدار محدد بطاقة فيها قوة جذب وقوة رفت بحسن إحنا بقى في حال التوازن إحنا بقى في حال التوازن إحنا بقى لما يحصل التعامد ده هيحصل مجال طاقة كبير جدا إضافة لزيادة النشاط الشمسي في الفترة دي إن ده ممكن يعمل مشاكل كتيرة على الأرض من ضمنها إن يحصل مثلا زلازل براكين فيه عشاعة جامعة كبيرة جدا هم بقى بيرواجوا إنها يحصل قاطع للكهرباء تلات يم إنها يحصل قاطع الوسائل الموسطط ابتدوا يرواجوا بين الناس إن ممكن يصاحب زيادة مثلا نشاط عشاعة جامعة على الأرض إنها يبتدي يصاحب شيء من الكوارث احتراق على مثلا الأرض كذا 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 فبينصحوا الناس نوم ياخدوا شيلترز أو ياخدوا أماكن حماية يخزنوا أكل شوية يجيبوا بطاريات كهرباء الكلام ده كل يبقى معهم مثلا شاكتات حماية المهم دي آه أوكي كلام ده أي كلام كلام ده أي كلام لأنه وضح وضح إحنا اللي همنا في المجموعة الشمسية من أكبر كوكب اللي تهمين هي المشتر مشتر عام كوكب في المجموعة الشمسية أنا مش داخلت مين اللي يعمل ده دلوقتي يعني أنت أنا بقول ده خطأ ليه هم بيشرحوا يقولوا خطأ مش مهم دلوقتي أن أعرف الخطأ أنا مهم بيكلموا على ده عشان يستفيدوا منه في حالة تانية عشان يستفيدوا منه اللي هي إيه بقى إنه هم مش هتحصل بس يستفيدوا منه في حالة تانية يعني ده عايز أفتحوا موضوع كبير قوي أوكي ليه هم إنه موضوع تفجير البورجين في سبتمبر 11 ما كانش مجرد عشان بداية المخطط للغزو العالم الإسلامي وطوريته في مسمى الإرهاب الإسلامي ده كان له كذا هدف أوكي يوم سبتمبر 11 من الأيام اللي تعني حاجة مهمة جدا عند فعلوم الكابالة أو فعلومهم وهم في الأيام اللي تعني بالنسبة لهم حدث أوكي معلش أديك نبزة أدي لحضرك بس نبزة بسيطة إن رقم 11 عمتا ولما تكون مجموعة الأرقام تعني 11 دي تعني عند الكابالة حاجة مهمة جدا اللي هو تجاوز الإله أنا مش هدخل في تفاصيل كتير بس المي بقى فيه حاجة 9 وبعدها 11 أوكي رقم 10 هو الخاص بالإله رقم 11 تجاوز الإله دي النماعة السحرية أو الشرق السحر اللي هو المتنورين داناح متع السحر عند المتنورين ففيه سنوات معينة وفيه تواريخ معينة لازم يقدموا فيها ما يسمى بإضحيات دموية للوسيفر للشيطان لأن ده بيساعدهم وده على فكرة الناس ما سموك تتحك أو تفتكر ده فيلم وبتاع لا لا ده حقيقة ده حقيقة وعلى فكرة يعني أنا من غير ما حدك تقولي أن أنا بحوض على موضوع تاني كل قادة العالم دي بيكتمع وسنوين في حاجة يعني أكيد في البعض سمع أنها اللي هي سمع النادي البوهيمي وبيقدموا أضحيات دموية وكذا وكذا فالناس موك تفتكر أن ده فيلم رعب أو أي كلام وفيلم خال معلش سمحوني دي الحقيقة سبتمبر 11 كان من أحد أهدفه أنه أضحية دموية هم عايزين يقدموا أضحية دموية في 21 ديسمبر إضافة لموضوع بقى محاولات فتح البوابات النجمية اللي هم في حاجات ما نكحوش فيها لغاية دلوقتي أنهما فتحوا بوابات نجمية هنشرح بقى يعني إيه فتحة وليه مرتبطة بالأرقام ديت وليه مرتبطة بكذا لكن زي ما قلت لحضرتك 21 ديسمبر 2012 ده تاريخ حدث عند الألوماناتي وما كانوا محتاجين يقدموا أضحية دموية فيه أضحية دموية كبيرة في احتمال تحصل مشكلة في حتة يعني هو في احتمال تحصل مشكلة وفي احتمال تبقى بداية مخطط خداية القز والفضائي هو ما كانوا مزمين عايزين يعملوا بدايته من 21 ديسمبر عشان كده كان بيرواجوا لنيبرو أنه عودة الأنوناكي أو جنس الأنوناكي دول أو كده اللي احنا نتكلم عنه أوكي ففي احتمال كبير عشان كالواحدة عايزة يفتح الموضوع ده النهاردة لأن الناس مسلم ترفش حاجة عنه أوكي كنا بنقول أنا دولتي مش بقول أنا دولتي عايزة أقول بس أخش 21 ديسمبر في فيلم عندنا موجود أوه ممكن وريني أمير الفيلم ده واتكلم علي أوه ونتكلم علي أوكي تجاهز المرة كنت تتعمل إيه فـ طيب دلوقتي واحدة عشان يعني هنا مثلا معنا الفيديو إنه هو كانوا بيرواجوا هو ممكن نسمع الصوت الصوت يا أميرة يعني كان بيرواجوا الأول موضوع ارتطم نيبروه الكلام ده واتأي كلام خلاص الأرض في الفتره ديت لكن لازم أن هو يكون فى مدار المشترة خلال اليومينوا اللي فاتوا وده ما حصلش ولا هو ظهر فى المدار ولا حاجة لكن اللي هو المنتظر وده برضه من أحد الأكازيب اللي هو الاستفاف المجرة وإن ده وتحدث يعني بيحدث كل دورة مجرية قد كده وكلام ده برضه خاطئ لأن حتى أوضاع الكواكب الفتره اللي فاتت ليست في الوضع اللي هي يسمح لها أن هي تبقى في جالاكتك الانت خالص هم بيرتبوا أن يبقى فيه حدث أيوة الترتيب ده علشان فيه احتمال يعملوا حدث هم اللي صنعينه هو حياتة الحدث ده إيه حياتة الحدث ده إيه والناس يعني أنا مش عايزة أخذ حاليا هم فيه حالة حتبان لنا على شاشة في الفيلم لا هو ده بقى اللي بترواجه نيسا أنه هو بتقول لهم هيحصل إضافة للالاينت من دوت هيحصل نشاط شمس يتبقى فيه أشياء جامع كثيرة على الأرض وهيحصل زلازل وهيحصل زلازل وهيحصل كذا فبتنصح الناس أنه هم يبتدوا يحضروا وسائل حماية وسائل أكل وكذا وأن الخطوط الاتصال هتتقطع والكهرباء يعني أقل القليل ده تعريق ده طالع الناس هتتقطع أيوة إن هي هتتقطع تلات أيام الكهرباء والكذا والكذا هو الحقيقة في موضوع إيه اللي هم نوينه وما كنتش عايزة أخد فيه النهاردة بس الموضوع ده عليه إثباتات كتير وهو يسمي مشروع إنوخ مشروع إنوخ ده رابط اللي حصل الفترة ديته واللي حصل كله إنه هم هيحدثوا الكوارث دي هم بصدد ابتداء يعني هم بتدوها من زمان بس هابتدوا بقى بصورة جامدة جدا بتدوها من زمان في زلزال اليابان بتدوها في التصنامي بتاع حيتي التصنامي بتاع حيتي ده مصنع بالكيم زلزال اليابان كان فيه تحرك لطبقات تكتونية اللي هي بتاعة الأرض كان هيحصل زلزال هم تدخلوا بهارب إنه هوا يخلوه كارسي جدا وكيه وإنه يفجروا لها المفاعل بتاعه طيب الحكيين دولت الحلقة جاية إن شاء الله تريبي لإسباب بتاعهم كلامك اللي بتقولي ده طيب إنما يعني حكايات الهما الكارسة اللي هيعملوها الكارسة اللي بيعملوها دي اللي هيعملوها محضر الله من زمان ومن أكبرها إنه هما هيعملوا زلزال جامد جدا في منتصف أمريكا بيحضروا من فترة وزرعين وهنشوف مع بعض هما من فترة ودي تسريبات يعني زرعين كويلز في أخدود في منطقة مدينة سمانيو مادرد وزرعينه للطبقات العميقة في الأرض لأنهما لما عملوا الزلزال ده هيقسم أمريكا وهم حطين يعني المتنورين حطين في كل مخططاتهم إنه هما هيعملوا على شطر أمريكا أمريكا هتتقسم أوكي وده في كل مخططاتهم إن عجلا أو عجلا هينفذوا دي عشان الناس تفتكر أوكي هما هينفذوا دي ومحتوطة في كل مخططاتهم ويشتروا أمريكا فهما هيبتدوا سلسلة هيشتروا يعني هيشتروا أمريكا ومحضرين لده من منطقة اسمها نيو مادرد الناس مش هتسدى ويتقول لك إزاي هما هيدمروا أمريكا هم بقالهم فترة على الفكرة بينقلوا نشاطاتهم لمنطقة الشرق الأمريكي وهم شعب الأمريكيين يعرفون طيب واللزيز وعنياتهم هل هم أفف يعني شعب أفف مثلا مش قادرين يعني ما ما يقدروا يصوروا على المتنورين وعلى عفارية الزرق وعلى كل اللي هناك هقول لحضراتك إحنا لما هندخل في الملف بتاعنا هنعرف إن في حكومة أخرى مسيطرة على حكومات العالم ولا تعنيها أي أشعوب لا يعنيها الشعب الأمريكي ولا الشعب بتاع ولا أي كلام وعلى فكرة الهجم علينا مثلا في الشرق الأوسط مش بس هجم على الإسلام إنه هو الديني الواحد الموجود ولا إن المنطقة متدينة آه هي هجم على الإسلام وكلام ده كله لكن أساس الهجمة إن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالذات لم يكتشف إلا حوالي 20% بس من موارد هي المنطقة الحالية اللي هي سلة الموارد وسلة الغذاء وسلة المستقبل بالنسبة له أوكي